هنا سؤال الطاقة الإيجابية يقول أخ الحبيب هناك عدة صفحات في موقع التواصل تقول إن عيسى ابن الله أو إن عيسى هو ابن الله كيف نرد عليهم علمياً وجزاك الله خير والله أحبتي في الله هذه الفكرة أصلاً من أساسها ليس فيها شيء علمي يعني نحن إذا عدنا لبداية قبل خلق الكون لم يكن هناك مكان ولا زمان ولا قوانين كونية لم يكن شيء فالمنطق العلمي يقول لنا يجب أن يكون هناك خالق واحد لأن فكرة الأب وفكرة الأب هي فكرة بشرية فكرة تخضع لها المخلوقات يعني الكائنات يحتاج إلى ابن أو إلى أب الكائن الحي أما من صفات الإله أهم شيء أنه يكون مستغن عن الولد لأنك أنت عندما تنجب ولداً تحتاج له إما حاجة عاطفية أو حاجة مادية أو رعاية طبية عندما تكبر يعني تحتاج لهذا الولد وهذا يخالف صفة الغني لأن الله غني عن عبادي ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزخرف قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين يعني حتى النبي يقول لنا لو كان هناك إله ولد لله أنا سأسجد له ولكن لا يوجد لا علمياً ولا منطقياً الشيء الثاني الله تعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته الآن إذا دولة وضعت لها رئيسين ستفسد وستنقسم إلى قسمين في آية أخرى إذا لذهب كل إله بما خلق لو كان المسيح عليه السلام إله وهو إله إله حقيقي حاش لله ماذا نقول لحدث الصراع بين الآلهة ولفسدت السماوات والأرض فإذن أيها الأحبة هذه دلاء المنطقية الآن دلاء العلمية يعني نحن لدينا في القرآن العظيم مثال على ذلك أن القرآن نفى نفى أن يكون المسيح إلها أنا لدي هنا مرة وضعت صورة وآية سأبحث لكم إن شاء الله عنها الآن سأخرجها طبعا الحمد لله خط النت قوي اليوم سأبحث عن خرافة أن المسيح هو ابن الله وأن هذه الخرافة مكررة عبر الزمن أيها الأحبة هذه الخرافة مكررة حتى إن المسيح يعترف حسب الإنجيل المحرف يعني نحن نعلم أن الإنجيل محرف هو يقول الله ربي وربكم وإلهي وإلهكم فإذن يعني هو هو يقول إلهي وإلهكم هنا أيها الأحبة جاء في إنجيل يوحنا قول المسيح إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم طيب هل هناك إله يقول أصعد إلى إلهي بالمنطق يعني طيب الله يقول في القرآن على لسان المسيح مخاطبا قومه إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صرط مستقيم وفي الإنجيل يقول إلهي وإلهكم نفس الكلم يعني سبحان الله إذن أيها الأحبة يعني أيضا هناك هناك في يعني دعوني أبحث لكم عن خرافة ابن الله هي خرافة حقيقة وكانت موجودة قبل قبل ألفين سنة أسطورة ابن الله هذه تثبت علميا أو تاريخيا أن الفكرة أصلا غير صحيحة وهي موجودة في الحضارات القديمة يعني هنا أحبتي في الله هنا أنا وضعت هنا على الموقع الصورة أسميتها الصورة ابن الله باختصار اكتشف علماء الآثار حديثا عددا من الأساطير المنقوشة على رقم تم تحليلها وترجمتها بعد جهود طويلة طبعا استغرقت عشرات السنين وجد العلماء أن فكرة ابن الله تعود لمئات السنين قبل اليهودية حتى قبل اليهودية وقبل النصرانية وتقول أسطورة الملحمة الهندوسية هناك ابن للإله الريح يدعى هانومان الذي كان يسير بسرعة هائلة وهناك ابن لإله البناء يدعى نالا نالا إذن هذه موجودة قبل خمسة آلاف سنة يعني ليست حديثة الفكرة وتقول الدراسات هناك عدد كبير من الآلهة عند هذه الشعوب وكثير من هذه الآلهة لها أبناء وإن فكرة ابن الإله الموجودة في الكتاب المقدس مأخوذة أصلا من الأساطير البابلية والفرعونية القديمة هل تتصوروا معي أيها الأحبة أن القرآن ذكر هذه الحقيقة في قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفاكون يكررون ويقلدون قول الذين كفروا فالإعجاز التاريخي هنا يتجلى في قوله تعالى يضاهؤون قول الذين كفروا فهذه الآية تؤكد أن فكرة ابن الإله قديمة جدا وتكررت لدى الشعوب عبر التاريخ والسؤال كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة وطبعا هنا هنا أسطورة هذا تمثال لآلهة طبعا هذا قبل المسيحية وقبل اليهودية كانوا يعتقدون أن هذا الابن هو ابن الله حاشا لله وهنا أيضا وهنا يعني كلها خزعبلات وكلام فارغ القرآن العظيم لا يعترف بكل هذا الكلام القرآن منطقي في طرحه إله واحد الدليل الثاني أيها الأحبة أن الإنسان بفطرته يميل للاعتقاد بوجود إله للكون حسب جامعة أكسفورد وهناك دراسات كثيرة طبعا يعني إذا أردنا أن نسردها نحتاج إلى حلقة كاملة عن هذا الموضوع